لا تتغيب طائرات المساعدات الأممية عن مطار صنعاء فيوني الماضي عاشت أمانة العاصمة تحت جسر جوي عبرته 16 طائر مساعدات بأكثر من 100 طن من المعونات الطبية الخاصة بمواجهة كورونا ما عبر على الجسر غاب في النفق يقول أهالي العاصمة صنعاء في إشارة إلى نهب الحوثيين المساعدات التي لا يرون لها أثرا في ظل تعتيم الميليشيا الحوثية على حجم المساعدات الإنسانية الدولية والاعتراف بأرقام أقل من الحقيقة وفيما زالت طائرات المساعدات الطبية لمواجهة كورونا تهبط في مطار صنعاء تعاني المستشفيات والمراكز الصحية في العاصمة ونطاق السيطرة الحوثية شحة في الإمكانيات ووضعا مزريا مع تسجيل حالات إصابة بكورونا ووفيات بأرقام متصاعدة وتواصل ميليشيا الحوثي حربها على العمل الإنساني والمنظمة الإغاثة الدولية التي رفضت الخضوع لشروطها بمنحكافة الصلاحيات ومهام التوزيع والإشراف للجان الحوثية ومنظماتها الوهمية التي أنشأتها الميليشيات بدعوى تنسيق العمل الإنساني في اليمن وتسبب ما يدعى بالمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي وهو مجلس تجاري تديره قيادات حوثية في إعاقة مسار العمل الإنساني في مناطق سيطرة الميليشيا ومغادرة عدد من برامج الإغاثة الدولية اليمن في ردة فعل احتجاجية على التدخلات الحوثية السافرة وتجييرها المساعدات لصالح مقاتلها وبيع الفائض في السوق السوداء ومع دخول أكثر من أربعين برنامجا إغاثيا للأمم المتحدة دائرة التوقف أو خفض حجم مساعداتها وعدم إيفاء بعض المانحين الدوليين بتعهداتهم المالية تدخل اليمن مرحلة المجاعة الخطرة والوضع غير المعقول في ظل سيطرة الحوثيين على مسارات العمل الإنساني في اليمن بما في ذلك المحافظات المحررة ومناطق السلطة الشرعية ترجمة نانسي قنقر